تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 574 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 382 طن مواد غزائية وغير غزائية أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 23 طن وتمضبط قرابة 301 طن في مجال حكب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تمضبط أكثر من 18 طن وتمضبط 20 طن أسمنت في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء وتم ضبط 299 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 102 قضية خبز ناقص الوزن و106 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت 122 طن